تطور لافت في أزمة سد النهضة الإثيوبي يحمله تصريح نقلته وكالة رويترز عن مسؤول في وزارة الرئيس السودانية بأن إثيوبيا بدأت المرحلة الثانية من ملء السد في الأسبوع الأول من الشهر الجاري المسؤول السوداني قال إن إثيوبيا بدأت تعالية جدار السد الأوسط مما يعني حجز كميات من المياه لكن المسؤول توقع أن يكون معدل التخزين أعلى في شهري يوليو وأغسطس المقبلين وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد أعلن في أكثر من مناسبة أن بلاده ستقدم على المرحلة الثانية من ملء السد في يوليو المقبل يأتي هذا بينما أعلنت واشنطن عن الرئيس الأمريكي جو بايدن أقر ببواعث قلق مصر بشأن مياه نهر النيل في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مؤكدا اهتمام الولايات المتحدة بتحقيق حل دبلوماسي للأزمة ويرى مراقبون أن تسريع من بدء المرحلة الثانية من ملء السد يشكل ضربة للجهود الإفريقية والدولية الرامية للتوصل إلى حل للأزمة فضلا عن أنه يتنافى مع تصريحات أديس أبابا حول رغبتها في التفاوض مع مصر والسدان بشأن المرحلة الثانية من ملء السد وصولا إلى حل سلمي